ترجمة نانسي قنقر المواصلات والاتصالات خلال زيارة التفقدية إلى قاعدة الاسخير الجوية للوقوف على آخر الاستعدادات لانطلاق معرض البحرين الدولي للطيران 2024 إن استضافة البحرين هذا الحدث الاستثنائي يثبت أن المملكة تنطلق بخطا ثابتة على مدرج المستقبل وتواصل الإقلاع لآفاق الرحبة في ريادة الأعمال والتنمية المستدامة باعتبارها بوابة الخليج وبأجاذب للاستثمارات بفضل التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء منوها في هذا الإطار بالجهود المتميزة والمشهودة التي يبدلها سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران وأثنى الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد على التعاون الوثيق القائم بين وزارة المواصلات والاتصالات والمؤسسات والجهات المعنية المشاركة في التنظيم وفي مقدمتها سلاح الجو الملكي البحريني مثمنا بمزيد من الاعتزاز الدور الذي تطلع به قوة دفاع البحرين الباسلة في تدليل أي عقبات وتسهيل الإجراءات اللازمة وأعرب الوزير عن ثقته التامة بأن يقدم معرض البحرين الدولي للطيران هذا العام نسخة غير مسبوقة بطابع بحريني أصيل وفق منظومة شاملة للريادة والإبداع وأثناء الجولة استمع سعادته إلى عرض تفصيلي حول الاستعدادات النهائية في موقع الحدث كما اطلع على سير الإجراءات المتخذة لضمان السلامة العامة بما في ذلك خطط الطوارئ والتدابير الاحترازية ومعاينة الأجنحة المشاركة ترجمة نانسي قنقر